كشفت دراسة علمية حديثها أجرتها مجموعة من طالبات كلية الطب بجامعة الملك سعود 51% من طلاب الجامعة يدون نفسهم ذاتيا حيث بيّنت الدراسة اللي شارك فيها أكثر من 450 طالب وطالبة أن هناك نوعين من الممارسات الشخصية للتداوي الذاتي يطلق على النوع الأول الممارسة المسؤولة وتتمثل في استخدام العقاقير والأدوية الطبية المتاحة قانونياً والمسموح تداولها وتناولها دون وصفة الطبيب وتكون غالباً آمنة وفعالاً استخدامات محددة في حين يطلق على النوع الثاني الممارسات غير المسؤولة وهي استخدام العقاقير والأدوية الممنوع تداولها وتناولها دون توصية من الطبيب المختص واللي قد تؤدي إلى مشكلات صحية معقدة وتعرف منظمة الصحة العالمية التداوي الذاتي على أن العلاج اللي ياخذ الأشخاص دون المشورة الطبية كعلاج نزلات البرد والصداء عشان نتكلم عن البحث هذا بشيء علمي نشوف معي هنا في الاستوديو المشرف على البحث الدكتور خليل الياحية أهلاً دكتور خليل أهلاً الله عبد الله أعطيك العافية الله يعافيك نحن نتكلم على دراسة أجرتوها داخل الجامعة مو على كلية الطب على الطلاب أنا على جامعة سعود تتكلم أنت أيضاً الدراسة هذه ممكن ترى نسحبها أيضاً على المجتمع كثيرة أنا يعني أكون تعباناً أقول ترى استخدم فلانها العلاج وشفاه الله هذه النظرية ليست في الجامعة فقط حتى في المجتمع جداً صحيح موجودة هذه هي ثقافة أنت تتحدث عن ثقافة التداوي الذاتي هي ثقافة موجودة في المجتمع نحن رصدنا هذه الثقافة داخل محيط الجامعة أخذنا عينة من الطلاب تحديد أنهم 477 طالب وطالبة قسمناهم الفئتين طلاب التخصصات الصحية وطلاب التخصصات الغير الصحية أيضاً حتى نرصد مدى الوعي عند طلاب التخصصات الصحية عن غيرهم كذلك الإناث والذكور أيضاً مدى انتشار الثقافة هذه هل عند الإناث أكثر بسبب الظروف الاجتماعية وقضية عدم قدرة المرأة للتحرك بشكل أفضل من الرجل وبالتالي قد تلجأ للتداوي الذاتي حتى يكون تتلاتاً لديتوا عند الجنسين لا عند الإناث أكثر التداوي الذاتي عند الإناث أكثر من الذكور أيضاً تداوي الذاتي عند التخصصات الغير الصحية أكثر من التخصصات الصحية وإن كانت النساء طبعاً من ناحية علمية غير مؤثرة نحن تعبيرها غير مؤثرة لكن يبقى أن صحابة التخصصات غير صحية الوعي عندهم أقل وبالتالي يلجأوا للتداوي الذاتي أكثر من غيرهم هالعادة يعني أنت تتكلم عن عادة منجتمعية يبغالك تغيرها يبغالك شغل طويل عليه جداً يبغالك تسن قوانين هذه القوانين أولاً طبعاً هذا الغرض من الدراسات أنه بعد ما تعطي نتائج وتناقش هذه النتائج من ناحية العلمية تعطي توصيات هذه التوصيات تسن على ضوء هذه التوصيات القوانين حتى تحد من هذه الظاهرة أو أي ظواهر أخرى شلون؟ يعني أنت جيت قلت أنه هذه التوصيات في الغالب التوصيات طبعاً هذا الموجود لكن نحن نقول نفترض أنه طبعاً أي بحوث خاصة البحوث اللي لها علاقة بالمجتمع عندما تخرج توصيات هذه التوصيات تسن على ضوء قوانين مثل الصيدليات الآن ذهب إلى أي صيدلية خذ لك أي دوة في الوجود لا أحد يناقشك هل هي وصفة أو غير وصفة إذا لا يسجل هذا العلاج كم مضاد دحيو يدخل في هذه الصيدلية خرج كم مضاد دحيو عادة لما تذهب إلى الصيدلية تعطيه مثلاً إما الوصفة وأحياناً لا يطلب منك الوصفة أنت فقط تقول أحياناً أنا أشاهدها فالصيدليات يأتي السائق وتكلم وحده تكلم الصيدليات وتأخذ علاج بدون وصفة طبية بطاطس بطب فبالتالي أن تتحدث عن قانون سن قانون يقيد العلاج المصروف عدد العلاج الداخل للصيدلية وعدد العلاج الخارج وأنواع هذا العلاج وبالتالي أن تحكم هذه العملية وجود الصيدليات بهذا الشكل يعني الموجودة الآن أنها كنهبوفيات موجودة في كل مكان هل هذا مقنع طبياً أو لم مقنع لا قضية انتشار الصيدليات هذا الشكل يعني في الشارع تلقى لك طالما هناك قانون طالما هناك قانون يضبط العملية قضية انتشار هذه يعني لا يست نقول مهيب ذات جدوى إذا كان في قانون بالضبط لو كان في قانون إيه لو في قانون ضبط انتشار هذه الصيدليات لكن عدم وجود قانون أنا مثلاً عندك خذ أي نشاط آخر عدم وجود قانون يحد من هذا النشاط أو يقيل بقوانين تحمي المستهلك سوف يقل هذا النشاط أو يقل عدد الممارسين لهذا النشاط نتكلم عن هذا البحث وش التوصيات اللي طلعوا فيها طالبات جامعة الملك سعود بعد هذا البحث أولاً أنه يجب طبعاً يجب أن نفهم هذا الظاهرة أو هذه الثقافة أنه قضية داويت ذاتي موجودة في المجتمع وتمارس احنا خذنا زي نقول محدود على جامعة الملك سعود هذا ممكن تعممه وإن كان العدد طبعاً لا يكفي من ناحية علمية تحتاج إلى عدد أكبر جداً حتى تستطيع أن ترصد هذه الظاهرة لكن يعطيك انطباع أو مؤشر مبدئي على أن هناك مشكلة معينة هذه المشكلة تحتاج إلى مناقشة وتحتاج إلى سن قوانين المريض نفسه أو الشخص الذي يمارس الثقافة الدوية ذاته هذا طرف الطرف الثاني الصدليات نفسها الجهات الأخرى زي وزارة الصحة لأنه أيضاً كالية الثداوي الذاتي أنه على المدى البعيد قد يسبب إرهاق لأخدمك صحيح وبالتالي يسبب ضغوط عليها بسبب هذه الممارسة فعندك أكثر من جهة هل ترغي ذاوة الدواء أيضاً؟ جداً هذه أعتقد أحد أكبر مسؤولياتها قضية الثقافة الثداوي الذاتي وكيف تحاول أن تضع قيود أو تضبط هذه العملية دعنا نقول تضبط وليس قيود وين وديتوا بعد ما خلصت من هذه الدراسة عشان ما نقولها يعني دخلتها الدرجة وخليتوها لا 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 هذا البحث الآن سوف يقدم على مجلة علمية لينشر أيها وبعد ذلك هذا إذا نشر أصبح الآن مكشوف للجميع ومتاح من أراد أن يستفيدنا هذا البحث وممتاح علمياً من خلال المجلات العلمية أو المجلة العلمية الذي ينشر عن طريقه ينشر هنا جوه السعودية لا لا في مجلة علمية في أمريكا إحنا قدمناه وأنا بانتظار يعني تفاعلهم هل يقبلون هذا البحث أو لا إما نبحث عن خيار آخر للنشر هذا طبعا هل استراتيجية للنشر العلمي طيب البنات اللي يشتغلوا هذا البحث كم عددهم ست بنات طالبات عندكم طالبات في كيلة الطب أي مستوى مستوى الثالث طبعا هذا لسه مستوى ثالث إي لأنه كيلة الطب الآن تلزم طلاب السنة الثالث سواء الطلاب والطالبات في إجراء بحوث الآن بالإضافة المستوى الأكاديمي المستوى العلمي لا بد يجرون البحوث حتى يخبرون الخبرة العلمية في إجراء البحوث فمجموعة من البنات يختارون مشرف من عضو هاي التدريس وبالتالي يختارون دكتور خليل أنا تشرفت أني كنت يعني أنا أشكر البنات على اختيارهم فاصلنا جروب واحد طبعا أنا مشرف على البحث لكن هم من قاموا بالجهد الأكبر قضية يعني نحن نسميه طبعا في بداية البحث اللي هو الأدابيات البحث العلمي أو الأدابيات اللي قيلت عن هذا المجال في بحوث سابقاتهم وبعد ذلك إجراء الدراسة والاستبيان وتحليله إذن الجهد الأكبر على وقع على هذه البنات وأنا تشرفت فقط أني أشرف وأعطيهم يعني أقول أحاول أن أصحح المسار العلمي إذا إلى خرج لكن الجهد الأكبر لهم لا شك قطعا ليش أنتوا عندكم دائم مشكلة في أنه زيها البحوث الطيبة والزينة اللي المجتمع حتى ممكن يعتمد عليها أنه أنتوا ما قاعدين تسوقونها أتكلم من ناحية الألامية بشكل جيد يعني أنتوا متفرغين أنكم تسوقونها البحوث وبعدين ترسلونها مجلات وحنا جوه هنا ما ندري عنها طبعا أنا بالنهاية إحنا دعنا نقول نقدم وجبة قضية تسويق ليس من دورنا يعني ليس من أدوار الباحث العلمي أنه يسوق هذا البحث هو يقدم هذا البحث من ناحية علمية ويطرحه ثم ينشره في مجلة علمية الباقي على الباقي على المجتمع نفسه وعلى أيضا المؤسسة أو المنشاة التي ينتمي أو خرج من هذا البحث إنه يتسوق الجامعة إنه يتسوق بالضبط لأن كل جامعة لها مخرجات صحيح من ضمن المخرجات بلغافة الأكاديمية العلمية ومع هذا إحنا الآن نجعنا إلى نشر هذا البحث إعلاميا عن طريق الصحف وأيضا التواصل مع البرامج وهذا برنامجك الكريم إنه أيضا استضاف هذا البحث طيب ونأمي البحث الثاني أيضا عيننا عليها ترى جدا عندنا بحث آخر أيضا قد يشاء الله يجد اهتمام أبدا لنا الشرف دكتور خليليحي شكرا جزيلا لك الله يزالك شكرا للطالبات اللي يسوها البحث والله يجعلها إن شاء الله دائمة آمين شكرا لك شكرا لك شكرا لك حياك الله عزيزي